احبتي مشاهدي فضائية العراق التربوية يسعدنا ان نلتقي بكم في حلقة جديدة من دروس مادة الفيزياء والموجهة الى احبتنا طلبة الصف الرابع العلمي اليوم ان شاء الله راح نتناول الفصل الثاني الدرس الاول بالفصل الثاني اللي هو خصائص الميكانيكية للمادة احبتي الطلبة في هذا الفصل راح نتناول الخصائص الميكانيكية للمادة وراح نتناول عدة مفاهيم راح يحتاجها الطالب في حياته اليومية وفي دراسة المستقبلية ايضا منها يتعرف على مفهوم المرونة وقانون هوك ويعرف حد المرونة شنو معناه ورح نتعلم مهارة الرسوم البيانية اللي تعلمناها بالفصل الأول وأيضا نقارن بين مرونة المواد المختلفة وأيضا أهمية معامل يونغ رح نتعرف على معامل يونغ وشنو أهميته للمواد وأيضا نتعرف على بعض الخواص الميكانيكية للمادة مثل الهشاشة المرونة الصلابة إلى آخره في البدء عزيزي الطالب رح نعرف شنو معنى أنوان الفصل اللي هو الخصائص الميكانيكية للمادة الخصائص الميكانيكية للمادة عزيزي هي سلوك المادة عند تعرضها إلى إجهاد خارجي أو قوة مؤثرة خارجية طبعا أكيد مثل ما تعرف أنه المواد تقسم إلى صلبة وسائلة وغازية وكوة حالة رابعة للمادة اللي هي حالة البلازمة هذه المواد بمختلف أنواعها أكيد تأثرها واستجابتها للقوة الخارجية رح تختلف من المادة إلى أخرى يعني من أسلط قوة معينة على سائل ما رح يصرف مثل ما أسلط هذه القوة على صلب أو على غاز رح نلاحظ أنه إذا سلطنا قوة معينة على مادة صلبة رح يبقى حجمها ثابت لكن شكلها رح يتغير وكذلك بالنسبة إلى المادة السائلة من نسلط عليها قوة معينة لاحظ حجمها يبقى ثابت وشكلها يتغير مثل ما تعرف أنه شكل السائل يأخذ شكل الإناء الذي يحتوي من ننجي نسلط قوة خارجية لاحظ الحجم يبقى ثابت ظاهريا لكن الشكل يختلف لكن القوة إذا سلطناها على الغاز رح يتغير شكله وحجمه طبعا عزيزي هذه الأسباب اختلاف تصرف هذه المواد يعود إلى المسافات البينية بين الجزائيات والقوة الجزائية التي تحاول إعادة المادة إلى وضعها السابق بعد زوال تأثير القوة الخارجية رح نجي نشوف بالتفصيل شلون تختلف هذه المواد من مادة إلى أخرى وشلون تصرف المواد الصليبة والسائلة والغازية إذا سلطنا عليها قوة خارجية رح نجي نكتب بعض النقاط المهمة على شكل ملخصات الخصائص الميكانيكية ترتبط بسلوك المادة عند تسليط قوة خارجية عليها مثل ما قلنا عزيزي خصائص الميكانيكية ترتبط بسلوك المادة المادة تختلف في سلوكها عند تسليط القوة الخارجية نشوف سلط قوة خارجية نشوف شنو سلوك المادة شنو تصرف هذه المادة إذا هذه القوة رح نلاحظ أنه عند تسليط قوة خارجية على المادة وكانت هذه المادة صليبة يعني المادة الصليبة والمادة السائلة والمادة الغازية رح أوضح الكياه على شكل مخطط بسيط أو جدول بسيط نعرف ماذا يحدث لحجمها وشكلها عند تسليط قوة خارجية على المادة طبعاً من تكون في حالتها الصليبة وحالتها سائلة وحالتها الغازية يعني هنا الحالة نقصد الحالة الصليبة الحالة السائلة الحالة الغازية رح له أنه عند الصليب يكون حجمها ثابت وشكلها متغير يعني رح يحدث بها نسمية تشوه تشوه لاحظ عزيز في الحالة السائلة عندما نسلط قوة خارجية رح نلاحظ أنه حجمها ثابت وشكلها متغير عندما نسلط قوة على الحالة الغازية على غاز الحجم رح يتغير والشكل أيضاً يتغير الحجم يتغير والشكل يتغير طبعاً قلنا قبل شوية بسبب المسافات البينية بين الجزائيات المادة الهدور جداً مهم في هذا الموضوع الحالة السائلة الجزائيات اللي هي خاصية الانزلاق على بعضها لذلك ممكن أن تأخذ شكل الإناء اللي تحتوي هاي طبعاً المعلومات تماخذها في دراستك السابقة راح يشوف سؤال على ماذا يعتمد مقدار التشوه في المادة الصليبة في المادة الصليبة على ماذا يعتمد مقدار التشوه في المادة الصليبة لاحظة عزيزي هسا احنا قلنا من نسلط قوة خارجية على المادة وكانت هذه المادة صليبة حجمها راح يكون ثابت وشكلها راح يكون متغير اذا راح يحدث بيها تشوه الان ثرني سؤال هذا التشوه اللي راح يحدث في المادة الصليبة على شنو يعتمد على شنو يعتمد مقدار هذا التشوه اللي راح يحدث في المادة الصليبة اولا راح يعتمد على مقدار القوة الخارجية مقدار القوة الخارجية المؤثرة على الجسم اثنين ابعاد الجسم ثلاثة المادة المصنوع منها الجسم اذن لاحظة عزيزي على ماذا يعتمد مقدار التشوه في المادة الصليبة احنا كتبناها على مود يعني ويا الشرح يصير عندك كتابة ويا ريت تلخصها في دفترك دفتر بلاحظاتك على مود تخدمك على ماذا يعتمد مقدار التشوه في المادة الصليبة نعم احنا يعني عرفنا من خلال هذا الشرح انه المادة الصليبة من نعرضها الى اجهاد او الى قوة مؤثرة خارجية راح يحدث بها تشوه هذا مقدار التشوه يعتمد على شنو يعتمد على ثلاث عوامل اولا مقدار القوة المؤثرة على المادة او على الجسم ثنيا ابعاد الجسم ثلاثة المادة المصنوعة منها الجسم يعني اكيد المواد راح تختلف نعم هي صليبة بس المواد الصليبة تختلف في خواصها من مادة الى اخرى اذا راح تعتمد على ايضا نوع مادة اللي مصنوعة منها هذا الجسم راح نسأل سؤال اخر وايضا احنا يعني ويا الكتابة راح نشرح عزيزي على مدد توثق عندك مو فقط يعني بالكلام ايضا بالتوثيق ما اهمية يعني قد ساءل الطالب يقول يعني احنا شنو اهمية دراستنا الخصائص الميكانيكية للمادة شنو اللي استفاد منها انا بحياتي اليومية خلنا نكتب هذا السؤال ما اهمية دراست الخصائص الميكانيكية للمواد جواب امكانية طبعا هسا راح نشرح الكياه بس اول مرة نكتبها امكانية تصنيع مواد صناعية جديدة غير موجودة في الطبيعة مثليش كالالياف الصناعية وتستخدم في التطبيقات الصناعية والفضائية كأجزاء المركبات الفضائية وخزانات الوقود وأجنحة الطائرات لاحظة اكو بعض المواد تصنع من مزيج من المواد معينة وبطريقة معينة وبطريقة التصنيع معينة للحصول على خصائص معينة يعني مثلا أجنحة الطائرة طبعا طائرة الطير بسرعة عالية جدا وفي ظروف يعني يستوجب أن تكون المادة المصنوع من هيكلة طائرة قوي يتحمل وكذلك بالنسبة إلى بدن السفن الفضائية لأنه راح تتعرض إلى حرارة عالية جدا أثناء دخولها إلى الغلاف الجوي ولذلك راح ن يعني امكانية تصنيع مواد جديدة يستدعي أو يستوجب أنه نتعرف على خصائص الميكانيكية المادة تعرف جيد جدا وندرس خصائصها وسلوكها بشكل جيد لذلك أهمية هذا الفصل يعتكمن في أنه ممكن أن نصنع المواد جديدة طبعا هذا أحد الأهمية يعني مو كل يعني أكو أهميات يعني ثانية أو نقاف ثانية تستدعي أنه ندرس الخصائص الميكانيكية لكن أحد هذه الخصائص اللي راح ندرسها وأحد هذه العوامل اللي ألجأتنا إلى أنه ندرس هذه الخصائص هو إمكانية تصنيع مواد جديدة ممكن أن نستفاد منها اللي هي الألياف الصناعية الآن عزيزي بعد ما تعرفنا على أهمية دراسة الخصائص الميكانيكية وتعرفنا أنه المواد شون تصرف عند تعرضها إلى قوة مؤثرة خارجية وعلى شنو يعتمد مقدار التشوه في الطبيعة في المادة الصليبة راح ناخذ مفهوم مفهوم المرونة وقانون هوك وقانون هوك إحنا كنا شايفين عزيزي البعض المواد يعني مثل النوابض أو القطبان الحديدية أو القطبان البلاستيكية ممكن إذا أسحبها بشكل أو أثر عليها بقوة معينة وأتركها راح تعود إلى وضعها الطبيعي قبل تأثير القوة الخارجية مثل نابض أو نابض حلزوني مثلا أو نابض دائري يعني ممكن أنه يرجع إلى حالته السابقة بعد زوال القوة المؤثرة يعني هاي الخاصية ملفتة للنظر هاي ليش المادة تعود إلى طبيعتها أو إلى وضعها الأصلي قبل تأثير القوة الخارجية راح نجي هنا نطرق إلى مفهوم المرونة ونشوف شنو إلا علاقة بقانون هوك قانون هوك العالم هوك شنو اللي استنتجه شنو اللي استنتجه يعني هنانا مثلا إذا علقنا فد نابض معين نابض معين هذا النابض مثلا في نهاية هذا النابض علقنا فد ثقل معين راح نشوف أنه هذا النابض راح يستطيل فد استطالة معينة خلي أسميها هاي F1 من أجي من أجي أعلق بي ثقل طبعا هنا عندك رسم عزيزي بال بال كتاب تقريبا يعني شوي يكون أدق هنا أنا بس الفكرة يعني أرجو أن نفهمها إذا علقنا هنا ثقل مقدار ضعف الثقل الأول راح نلاحظ الاستطالة أيضا تضاعف إذن هنا مقدار الاستطالة اللي دا تصير أو مقدار التغير في أبعاد هذا النابض إلى علاقة بمقدار قوة الشد اللي أنا أسحب بها النابض أو القوة المؤثرة نعم أكفت علاقة زيان هذا من أوخر هذا الثقل راح ألاحظ أنه هذا النابض راح يرجع إلى موضع استقرارة أو موضع اللي كان بيه سابقا بالحقيقة هاي الظاهرة هي المرونة أو هاي الخاصية هي المرونة اللي هي الإعاقة التي يبديها تبديها المادة ضد المؤثرات الخارجية الإعاقة التي تبديها المادة ضد المؤثرات الخارجية وراح نكتبها أيضا المرونة لاحظة عزيزي هي خاصية مقاومة الجسم للقوة الخارجية المؤثرة فيه هنا ملاحظة مهمة شنو منشأها ومنشأها قوة التجاذب طبعاً ذكرنا هذا السبب قبل قليل الجزئي قوة التجاذب الجزئي بين جزئيات المادة نفسها التي تحاول إعادة الجسم إعادة الجسم إلى حالته الأصلية طبعاً بعد زوال المؤثر لأن هنا القوة الجزئية من يصير استطالة عندي هاي القوة الجزئية تحاول تعيد الجسم إلى حالته الطبيعية لذلك راح يعود الجسم إلى وضع الطبيعي قبل تأثير القوة المؤثرة بي راح نجي عيني نشوف قانون هوك أزيزي الطالب هنا نلاحظ قانون هوك طبعاً بتجربة هسا راح نشوف تجربة موجودة عندك بالكتاب الخلاصة مال هاي التجربة النشاط اللي سوا يعني اللي سوينا هنا راح نستنتج من عنده قانون هوك قانون هوك هنا يتناسب راح نشوف الشي ربط قانون هوك يتناسب مقدار هسا شفناه احنا واخذنا فكرة عنه يتناسب مقدار التغير الحاصل في طول الجسم طردياً مع مقدار القوة المؤثرة في يتناسب مقدار التغير الحاصل في طول الجسم طردياً مع مقدار القوة المؤثرة فيه يعني كل ما زاد القوة المؤثرة في الجسم كل ما زاد مقدار الاستطالة وهذا اكيد نشوفه يعني حتى بسحبنا لنابض معين او قطعة بلاستيكية معينة من راح نسحبها كل ما زيدنا القوة تسحب كل ما زادت الاستطالة اللي راح تحدث بالماد طبعاً اكيد هنانا لاحظ عزيزي انه هنا نضمن حدود معينة حدود المرونة طبعاً راح ناخذها بعد قليل بس راح ناخذها لاحقاً بس هنا لازم تفهم انه هذا النابض انا مو كل ما اسحبه راح يعود الى موضع استقرار راح يوصل الى حد معين قوة معينة بحيث اعلى من هاي القوة النابض راح يستطيل استطالة دائمية بعد ما يعود الى الوضع الاصلي وهاي راح نسميها حد المرونة وراح نشرحها بعد قليل ان شاء الله او في درس لاحق الان راح نشرح النشاط عزيزي موجود عندك نشاط بالكتاب في صفحة 22 النشاط يبين لي مفهوم المرونة طبعاً كل نشاط يقسم الى الادوات النشاط الخطوات والاستنتاج هذا اللي راح نستنتج من عنده قانون هوك اللي قلناه قبل قليل ادوات النشاط نابض حلزوني هذا النابض حلزوني اثقال متساوية المقدار اثقال متساوية المقدار كل منها واحد بالعشر نيوتن حامل حديد حتى نعلق به النابض مصطرة مدرجة هاي المصطرة وورقة الخطوات نرتب الادوات كما في هذا الشكل طبعاً موضح لك الشكل شكل اثنين اثنين نعلق النابض الحلزوني هذا راح نعلق النابض الحلزوني شاقولياً بحامل ونؤشر على الحلقة الأخيرة هذا يعني خليه هنا نفد مؤشر معين نقطة مثلاً أو يعني فد مؤشر معين راح يحدد لي مقدار قراءة هذا أو مقدار اللي أشر عليه هذا النابض نعم يعني هذا راح تقريباً نصفر خليه نقول نصفر الجهاز نعلق ثقل مقدارة واحد بالعشرين نعلق أول ثقل ونسجل الزيادة الحاصلة في طول النابض احنا عدنا قراءة أولية صارت من نعلق أول ثقل راح نلاحظ شقد استطال هذا الثقل عفواً شقد استطال هذا النابض راح نسجل مقدار الاستطالة نعلق ثقل آخر حتى يصير المقدار الثقل الكلي 2 بالعشرة يعني إذا أزيد أني هسه 1 بالعشرة نيوتن 1 بالعشرة نيوتن راح ألاحظ أنه الاستطالة في طول النابض تصبح ضعف الزيادة السابقة ضعف الزيادة السابقة يعني شقد زادت مثلاً سانتيمين من نعلق 2 بالعشرة راح يصير 4 سانتيمات وهي كده مثلاً نلاحظ أن زيادة في طول النابض تصبح ضعف الزيادة السابقة نكرر العملية باستعمال أثقال عدة وبالتتابع يعني راح نزيد 1 بالعشرة 2 بالعشرة 3 بالعشرة راح نلاحظ عزيزي أنه صارت عندي مقدار الاستطالة صار عندي مقدار الاستطالة بكميات متساوية إذن راح نقدر نثبت هذه القوة اللي موجودة عندك نسوي جدول هذا راح نحتاجه في رسم البيان اللي أخذناه بالفصل الأول هاي القوة يعني تمثل الثقل المعلق هنا زيادة الحاصلة في الطول اللي هي نرمزلها دلتا L طبعا هذا بالمتر نعم هذا في عشرة قوة سالب 2 من يكون من يكون هسا التدريجة ماتي صفر يعني ماكو عندي قوة معلقة أو ثقل معلق صفر هسا هنانا علقنا ثقل 0.1 هنانا الشرلي المؤشر على 0.3 يعني مقدار الاستطالة الأولى هاي صارت من صارت ثقل 0.2 0.6 0.3 نيوتن صار أدي 0.9 0.4 1.2 احنا دا نزيد هسا الثقل لاحظ الزيادة ايضا صارت الزيادة شنو متساوية هسا من نرسم العلاقة نرسم العلاقة البيانية بينه القوة يعني الثقل المعلق وزيادة الحاصلة في الطول راح نلاحظ العلاقة هي خط مستقيم طبعا هنا ندرج تدريجة مثل ما أخذنا بالفصل الأول عزيزي 0.6 0.9 1.2 1.5 هنا أنا 0.1 0.2 0.3 0.4 طبعا أكيد هنا أنا عزيزي هذا المحور X دلتا L فيه عشرة وسالة بثنين متر وهنا عندي القوة مقاسبة لنيوتن وأكيد طبعا على الورقة البيانية راح يصير التدريج أدق هذا دلتا F إذن استنتاجنا عزيزي من هاي التجربة أنه مقدار مقدار الزيادة الحاصلة بالطول اللي هي دلتا L تتناسب طرديا مع القوة المؤثرة بالنابض أو بالسل إذن ممكن نقول إنه الـ F تتناسب مع دلتا L وممكن نقول F يساوي K دلتا L مثل ما أخذنا بالفصل الأول عزيزي هنا نقلنا التناسب نحولها إلى علاقة رياضية يساوي الكي هاي الكي عزيزي هي ثابت مرونة النابض اللي تعتمد على خصائص النابض وتقاس بالنيوتن على المتر وأكيد طبعا القوة F هي القوة المؤثرة وتقاس بالنيوتن دلتا L مقدار الاستطالة ويقاس بالمتر إن شاء الله الدرس القادم أحبتي رح نستكمل المادة ونستكمل المفهوم المرونة هذا ما يسعفنا به الوقت إلى أن نلتقي بكم مجددا تقبلوا تحياتي وتحيات كادر البث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة